اشتركوا في القناة لا اجتهاد مع النص هذا القاعدة الأولى لا اجتهاد مع النص فإياك أيها المسلم متى ما وضحت لك دلالة النص أن يكون اجتهادك على خلاف دلالته إياك أن تصادم برأيك النص أو باجتهادك النص اجتهد في فهم النص لا في دفع النص اجتهد في فهم النص لا في دفع النص فأي اجتهاد صدر من أحد من العلماء على خلاف دلالة النص فالمقدم عندنا هو النص ورأيه له إياك أن تقدم رأي أحد على النص كائنا من كان هذا العالم فمتى ما ثبت عندك النص فلا يجوز لك أن تعارضه برأي ولا بعقل ولا باجتهاد ولا باستحسان سامج ولا بأي شيء كائنا من كان النص هو المقدم على كل شيء كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولذلك نحن رددنا اجتهاد كثير من الصحابة ولم نقبل أقوالهم في بعض المسائل لأنها ثبتت على خلاف النص ثبتت على خلاف النص ولم نقبل قول الإمام أبي حنيفة في نفي الولي في النكاح لأن قوله على خلاف النص ولم نقبل قول من قال بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء لأن قوله واجتهاده على خلاف النص ولم نقبل قول من ينفي حد الرجم لأن قوله واجتهاده على خلاف النص ولم نقبل قول من ينفي تطبيق حد الردة اجتهادا منه لأن قوله على خلاف النص ولم نقبل قول من حلل الموسيقى والأغاني لأن قوله على خلاف النص ولم نقبل قول من أجاز للمرأة كشف وجهها لأن قوله على خلاف النص إذا لا اجتهاد مع النص وإنما الاجتهاد في دائرة النص ليفهم لا في خارج دائرته ليعارض ويدفع نكمل بعد الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بقي علينا جمل من الأبيات مختصرة لأن أباخر الأبيات قرابة ستة أو سبعة أبيات كلها خاتمة فبقي علينا إن شاء الله أبيات نأخذها وما تيسر من شرحها فالفضل أحسن الله لكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بقي عندنا قاعدة في الجزء الثاني من البيت في قوله وليس منقوضا بمثله فعي هي قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد الاجتهاد الأول لا ينقض بالاجتهاد الثاني يعني فإذا اجتهدت في جهة القبلة إذا أشكلت عليك وغلب على ظنك جهة فصليت إليها ثم لما جاء الفريضة الثانية اجتهادت فتغير اجتهادك فأدى بك إلى التوجه لجهة ثانية هل صلاتك الأولى بالاجتهاد الأول تعتبر باطلة الجواب لا لأن الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول وعلى ذلك قول عمر ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ولو أن قاضيا عرضت عليه مسألة طلاق فأفتى بأن الطلاق الثلاث واقعة ثم بعد أشهر نظر القاضي في الأدلة وكلام العلماء فتبين له أن طلاق الثلاث تعتبر واحدة وأنها لا تقع الثلاث كلها فأفتى بعد ذلك بالاجتهاد الجديد أفيسوغ لمن قضى لهم سابقا أن يراجعوه ويقولون لماذا؟ الجواب لا ذاك على ما قضى وهذا على ما يقضي فإذا متى ما اجتهادت وفعلت فعلا بناء على اجتهادك ثم تجدد اجتهادك فصارت نتيجته حكما آخر فاعمل بالاجتهاد الجديد وأما اجتهادك الماضي فهو على ما هو عليه من صحته الاجتهاد الثاني لا ينقضه الاجتهاد عفوا الاجتهاد الأول لا ينقضه الاجتهاد الثاني والله أعلم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر